أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف بصاروخ موجه نقطة تموضع للجنود الإسرائيليين في موقع المطلع وأضف حزب الله اللبناني أن بلدة تاعت الشعب تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع فيما تقوم القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط في الجليل الغربي وذكرت وكالة الأعلام اللبنانية أن تهران الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا استهدف بلدة تاعترون في قضاء بنت جبيل كما جدد طيران الإسرائيلي غاراته مستهدفا منطقة المرج الشمالي في بلدة ميس الجبل وأطراف العديسة وكافريكلا وبلدة أطصيبة